موسيقى طابة وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها بالعنوي من صحيفة الأيام قضايا جنائية في محاكم لحج بعد أغلاقها لسنوات ومن أخبار اليوم عودة مرتقبة لرئيس الوزراء وحكومته إلى عدن صحيفة عربية مؤشرات قوية لتحول النوعي في توجهات التحالف العربي في اليمن ومن الشرق الأوسط مشروب جديد يمنح الجنود قوة خارقة موسيقى أهلا بكم غالبية اليمنيين مدينون وفقا للأمم المتحدة فأن ثمانين بالمئة من العائلات اليمنية عليها ديون متراكمة وقال موقع يمن منتور نقلا عن منظمة يونسف التابعة للأمم المتحدة أن العائلات اليمنية عليها ديون متراكمة معظمها لشراء الطعام وفي حديث لنائب ممثل يونسف في اليمن فاركي لتلفزيون بي بي سي فأن الحصار المستمر لليمن الذي يعاني وضعا إنسانيا مزريا سيزيد الوضع سوءا ونقل فرانكي ما رأاه في صنعال التلفزيون البريطاني حيث مر بأرتال طويلة من الناس الذين ينتظرون دورهم للحصول على الوقود ورأى محطات وقود مغلقة بعد ارتفاع الأسعار ويحذر فاركي من التأثير بعيد المدى للصراع الذي يزداد سوءا قائلا سيحمل الأطفال ندوب هذا الصراع لأجل طويل في المستقبل ولن يكون تأثير هذا الأمر مقتصرا على اليمن بل أنه سيشمل المنطقة بأكملها رغم ما تلاها من جرائم للميليشيا في المدينة ومع كل موجات التهجير والقتل والدمار إلا أن أحد تلك الندوبة التاريخية لا تزال حاضرة تعز إحياء الذكرى السادسة لمجزرة مصلى النساء وقال موقع الصحوة نت أن رابطة إعلاميات تعز أحيت أمس الذكرى السادسة لمجزرة الحادي عشر من نوفمبر 2011 فيما تعرف بمجزرة مصلى النساء والتي سشهدت فيها عدد من حرائر تعز إثر قصف قوات المخلوع صالح لمصلى ساحة الحرية وقت صلاة الجمعة وشهدت الذكرى سردا لجوانب وحياة الضحايا في تلك البقعة وأثناء ذلك المدى الثوري الذي كان يغطي مدن البلاد مختلف مواقعها حرب الماضي على المستقبل تحت هذا العنوان كتب حسن العديني مقاله المشهور في صحيفة الخليج مضيفا في أجزاء من المقال عندما قام الثورة سبتمبر لم تكن في اليمن مدرسة ابتدائية واحدة والقلة القليلة من ذوي التعليم الحديث كانوا قد تلقوا علومهم في مستعمرة عدن البريطانية وفي بلدان المهجر وبعد صناعة الجهل اهتم الأئمة بصناعة الفقر وكانت لهم طرق بسيطة في مصادرة الملكية الخاصة وضمها إلى أملاكهم وأملاك الأسر القريبة منهم أو المقربة إليهم قامت تلك الطريقة على المبالغة في فرض الجبايات على الملاك الزراعيين إلى الحدود التي يعجزون عن الوفاء بها فلا يجدون غير بيع جزء من الأرض وهكذا في دورات متلاحقة نشأت الإقطاعيات الكبيرة وهبطت أو تلاشت ملكيات الأغلبية إلى مستويات لا تلبي أدنى متطلبات الحياة وفي مجتمع زراعي غير نهري معزول عن العالم غدت المجاعة والموت في الطرقات سمة ملازمة لمواسم الجفاف يكرر الحوثيون اليوم سياسة التجهيل والتجويع بوسائل جديدة وفي الموضوع الأول تتحدث تقارير اليونسيف عن أن أربعة مليون ونصف المليون الطفل لا يتلقون التعليم والذين يذهبون إلى المدارس يحصلون على تعليم ردي ولقد يقولون أن هذه نتيجة طبيعية لحرب تتحمل وزرها الأطراف كلها وذلك صحيح بقدر وصحيح أيضا أن مسئولية إضافية يتحملها الحوثيون بتحويلهم مدارس ومعاهد إلى مواقع عسكرية ولتعمدهم الزج بآلاف الأطفال إلى أتون الحرب تلك هي الحرب في اليمن في صورتها البشعة انبعاث للإمامة من كهوف التاريخ بأيدي صنف من البشر خرجوا من مغارات صعدة وسكنوا قصور صنعاء عازمين على أن يسوقوا اليمنيين إلى الكهوف والقبور في العناوين البارزة لموقع المصدر أونلاين مقتلوا مدني وإصابة آخر بتفجير مليشي الحوثي منزلا في قرية العساكرة شرقية دمار وقال الموقع أن مسلحي جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح فجروا منزلا على رؤوس ساكني في قرية العساكرة بمنطقة أسبيل شرقية محافظة دمار وذكر السكان للمصدر أونلاين أن تفجير المنزل أدى إلى مقتل أحد أفراد الأسرة التي تسكنه وأوضحوا أن مسلحين حوثيين اقتحموا القرية بحملة عسكرية مكونة من عدد من الأطقم ومن ثم قاموا بتطويق منزل علي ناصر العسكري بالديناميت حينما كان السكان بداخله وضافوا أن القتيل هو قريب مالك المنزل بينما أصيب آخر بجروح خطيرة وعمد الحوثيون خلال سيطرتهم على محافظات البلاد منذ عام 2014 إلى تفجير منازل معارضيها بالإضافة إلى دور العبادة وتحفيظ القرآن بتهم عدة أبرزها أن ملاك المنازل تكفيريين في تقرير خاص بموقع المشاهد نت نقل جزءا مما يحدث في أحد المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا وعنوان قيادات حوثية تشتري الأراضي قرب المواقع العسكرية في محافظة عمران وينص التقرير عن مصادر محلية في مدينة عمران أن قيادات حوثية تدير مكتب الأوقاف بالمحافظة تقوم ببيع ممتلكات وأراضي الأوقاف الموجودة في مدينة عمران وضواحيها لقيادات ومشرفين تابعين للميليشيا وقالت المصادر أن بعض قيادات الحوثي تقوم ببيع وتمليك أراضي الأوقاف من بينها الأراضي الكائنة في مواقع هامة القريبة من مقر اللواء 310 وفي الخط الدائري وبيت الفقه وغيرها بطريقة سرية وخاصة ننتقل إلى الموقع بوست ناقش وفيق صالح الحال الذي وصل إليه وضع اليمنيين الاقتصادي وكيف تأثرت حياتهم وأصبحوا في مرحلة خطيرة تحتاج إلى تدخل جاد من السلطات وقال في جزء من المقع تخضع حركة السوق الداخل في البلاد لما يمكن أن نسميه بقانون الغاب في ظل انهيار القانون والدستور المنظم للاقتصاد وصعود عصابات عديمي الضمير والأخلاق وتحكمهم في أقوات البلاد والعباد فأصبح اللص منهم يأخذ ما يشاء من الأموال وينهب ما يريد دون أن يواجه شيئا يمنعه من ذلك أو يقول له كفا فالجماعة التي اشتاحت العاصمة صنعا في سبتمبر من 2014 بحجة إسقاط الجرعة آنذاك وفق ما كانت تدعيه من كذب وزور وبهتان لقي المواطن على يديها وفي ظل حكمها أسوأ أنواع العقاب الاقتصادي وسياسة التجويع والتنكيل إلى درجة انقطاع الراتب على الموظف الحكومي لأول مرة منذ تأسيس النظام الجمهوري في 1962 بالتأكيد تسبب انقلاب الميليشيات على الشرعية وتمسكها بخيار الحرب كحل وحيد في وصول هذا البلد الفقير إلى شفا كارثة إنسانية مروعة وشبح إفلاس حقيقي في ظل تراجع العملة الوطنية وصعود العملات الأجنبية أمامها لكن هناك أيضا مسؤولية أخلاقية وقانونية ووطنية على عاتق الحكومة الشرعية في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن أما أن تكتفي الحكومة في أن تقول أن الميليشيا سبب كل هذا فذاك شيء لا يعني المواطن ولا يهمه تملك الحكومة أوراقا كثيرة فهي تسيطر على أهم الموارد الرئيسية مثل قطاع النفط وميناء عدن وغيره من الموارد تستطيع عبر ترشيد موارد هذه القطاعات واستغلالها بالطريقة المثلة أن توازن من حركة السوق وتمنع انهيار العملة الوطنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية في جميع المحافظات نهيك عن الاجتزام شهريا بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في معظم المحافظات في صحيفة الأيام والتي ناقشت جزءا من عودة الحياة إلى مدينة لحج حيث عنونة الصحيفة بعد توقف لثلاثة أعوام محاكم لحج تستانف عملها وتنظر قضايا جنائية وذكر مصدر قضائي بلحج لالأيام أن محكمة لعبوس الابتدائية بيافع بدأت عقد أولى جلساتها للنظر في 12 قضية جنائية جسيمة وترأس القاضي قاسم جرز جلسات المحكمة للنظر بتلك القضايا التي بدأت بقضية جنائية وبحسب المصدر القضائي فإنه تم إعادة تفعيل العديد من المحاكم في المحافظة ومنها محكمة الحوطة والعبوس بيافع بعد تحرك الملفات فيها من قبل النيابة العامة لتكون تلك المحاكم من أولى المحاكم في المحافظات المحررة التي تبدأ النظر في القضايا الجنائية والمدنية وإلى عنوين صحيفة أخبار اليوم ومنها الرئيس يكشف عن نتائج لقائه بولي العهد السعودي خلال اجتماعه بمستشاره وعنوان أيضا عودة مرتقبة لرئيس الوزراء وحكومته لا عدن ولا أنباء عن المحافظة ومن عدن قيادة الدفاع والأمن تقر خطة أمنية وضعتها الدفاع والداخلية والحزام ويقول القيادة في الحراكة الجنوب باعوم رفضنا عرضا للتحالف لأنه مقابل مكاسب مادية ودعم اللوجستي فقط وعنوان آخر الخطوط الجوية اليمنية تعتذر وتعلن استمرار تعليق رحلاتها وليقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحوة العربية والعالمية نذهب إلى فاصل قصير بقومنا حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء تتعرف من خلال ما شاهدت قانونا واحدا من القوانين المعرفية تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة ستعلم عندها أن الأقرب منك أن وضعنا العالم بين يديك أهلا بكم من جديد كشف مصدر سياسي يمني لصحيفة القدس العربي أن هناك مؤشرات قوية لتحول نوعي في توجهات قوات التحالف العربي في اليمن خلال الفترة المقبلة والتي برزت من خلال مسار العمليات العسكرية والسياسية وغيرها وقال للقدس العربي أن هناك مؤشرات واضحة وقوية على أن قوات التحالف العربي بدأت تتخذ خطوات جديدة تتضمن تحولات نوعية وغير مسبوقة في مسار العمليات العسكرية والسياسية أوضح أن هذه الخطوات تكشف بعض ملامح التوجهات المقبلة أو التوجهات المقبلة والتي ربما تنبئ عن رغبة جامحة لدى دول التحالف في الإسراع بإغلاق ملف اليمن والتفرغ لملفات أخرى وفي مقدمتها ملفاتها الداخلية وذكر أن بعض هذه المؤشرات إعلان قائمة المطلوبين الحوثيين المحددة بأربعين من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي وكذا إغلاق المنافذ والموانئ اليمنية رغم أن التحالف العربي يعرف تماما تبعات ذلك إنسانيا وانعكاساته سياسيا غير أنه لم يتخذ هذا القرار إلا لأمر هام يستعد له خلال الفترة المقبلة وأشارت بعض المصادر إلى أن هذه التحركات على صعيد العسكري السعودي واليمني إذن لم تحمل في طياتها تحولات نوعية وتحركات كبيرة وسريعة نحو الحسم أو نحو إغلاق الملف اليمني فإن أثارها وانعكاساتها السلبية ستكون أكبر من إيجابياتها على المدى القريب والبعيد بل وستضاعف من الانتقادات الدولية وفاتورة الأعباء الإنسانية على دول التحالف العربي تتابع صحيفة العربي الجديد تفاعلات وردود الأفعال في واحدة من أكبر وأهم المحافظات اليمنية وتعنون شبح التقسيم يهدد حضر موت حسابات النفوذ ومخاوف المستقبل وقال تقرير للصحيفة ما أن ينتهي الحديث عن تقسيم محافظة حضر موت شرقي اليمن حتى يطل مرة أخرى إلى الواجهة لأن عودته هذه المرة تأتي في ظروف أمنية وسياسية حساسة مع تغير خارطة النفوذ وصراع المشاريع في المحافظة الغنية بالنفط بفعل الحرب وحسابات الإقليم وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن توجه لإعلان وادي حضر موت محافظة مستقلة عن الساحل وسط جدل محتدم شهدته وسالة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للفكرة وكشف مصدر خاص للعرب الجديد أن مساعي تقوم بها أطراف في وادي حضر موت بعيدا عن وسال الإعلام للدفع بإعلان الوادي محافظة لافتا إلى أن المقترح بات على طاولة الرئيس عبد ربو منصور هادي وتواصلت العرب الجديد مع مسؤول رفيع في وادي حضر موت لاستيضاح الأمر إلا أنه تحفظ عن الإدلاء بأي معلومات وتتابع الصحيفة لم يكن تقسيم حضر موت حديث اللحظة فقد سبق أن طرح المقترح في العام 1997 ضمن مشروع التقسيم الإداري الذي هدف أنذاك إلى إضافة أربع محافظات جديدة صاحب كتاب ثأر التاريخ برونو تيرتيه كتب مقالا عن احتمالات الأزمة الكورية وأضاف فيه جزء من المقالة المعاد نشره في صحيفة الحياة اللندنية ليست الأزمة مع كوريا الشمالية صن وأزمة كوبا والعالم ليس على شفير هاوية على رغم أن بيونج يانج تتحدى أمريكا مثل ما فعلت موسكو في زمنها وأغفل المراقبون أن أول صاروخ كوري شمالي عابر للقارات أطلق في ذكرى 60 عاما على أول تجربة صاروخية مماثلة أقدمت عليها موسكو في تموز يوليو 1957 وربما حازت بيونج يانج القدرة على تزويد صواريخ تبلغ أمريكا برؤوس نووية أو ستحوزها في الأشهر المقبلة ولا شك في أن النظام بيونج يانج يعيش في عالم آخر ولا يقيم وزنا للحياة الإنسانية ولكن كيم يونج أون لن يهاجم أمريكا بين ليلة وضحاها فالنظام الكوري الشمالي لا يخفه أن ما يترتب على مثل هذا الهجوم هو إطاحته الفورية ونهايته ودونالد ترامب لن يهاجم كوريا الشمالية على رغم أنه هاجمها كلاميا في الربيع وعد بأنه سيحول دون تهديد بيونج يانج أمريكا وحلفائها بصواريخ نووية الرؤوس ولكن الخط الأحمر هذا فاتفاض على خلاف تحذير جون كينيدي في تشرين الأول 1962 ولا يرغب البنتاجون ولا اليابان ولا كوريا الجنوبية في شن عملية عسكرية في كوريا الشمالية فجروح النزاع الدموي في الخمسينات في شبه الجزيرة الكورية لم تندم البعض في عنوان بارز لصحيفة الحياة اللندنية والتي تتعلق بالمستقبل خمسة ملايين شخص قد يخسرون وظائفهم خلال عصر الثورة الصناعية الرابعة وتوقع خبراء في المنتدى الاقتصادي والعالمي ذلك وأكدت المسؤولة عن ملف المساواة بين الجنسين والتوظيف في المنتدى سعدية زهدي أن هذا الرقم ليس كبيرا مقارنة بما كان متوقعا في المستقبل أو في السابق ولم ينكر رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شاب أن هناك إضرابا يشهده العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي سيكون لها أثر كبير في نماذج الأعمال والاقتصاد والمجتمع والأفراد من أخبار صحيفة الشرق الأوسط الأكثر مطالعة مشروب جديد سيمنح الجنود قوة خارقة وقالت الصحيفة أن مجموعة من العلماء في جامعة أكسفورد البريطانية قامت بتصميم مشروب جديد يساعد في حرق الدهون من دون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي منخفض بالكيربوهدرات ويهدف هذا المشروب كما يقول علماء أكسفورد إلى تحويل القوات الأمريكية إلى جنود خارقين في ساحة المعركة ولتعزيز أدائهم البدني والعقلي وبدأت شركة في سان فرانسيسكو الأمريكية ببيع النسخة التجارية الأولى من المشروب الذي يطلق عليها اسم كيتون في زجاجات ويحتوي المشروب على الكيتون وهو مركب عضوي يتميز بوظيفته الكربونيلية كما أنه حمض دهني يقوم بإنتاجه الجسم وذلك نتجة حرقه للدهون المتراكمة ويستخدم الكيتون كمصدر لطاقة بديلا عن السكر الجليكوز وبالتالي ترتفع نسبته بالدم عندما يكون الجسم غير قادر على استهلاك السكر فيبدأ بتحليل وحرق الدهون والبروتينات مما يؤدي إلى إنتاج الكيتونات ووفقا للدراسة التي نشرها موقع ديليميل البريطاني عندما يعطى مشروب الكيتون للجنود مع المحافظة على نوعية الغذاء الغنية بالسكر والكيربوهدرات نفسها يصبح للجسم مصدران مهمة لإنتاج الطاقة وماء السكر والكيتون ما يؤدي بدوره إلى تفعيل قدراتهم الجسدية والذهنية بشكل كبير أهم الأحداث واللحظات التي عاشها عدد من سكان المعمورة يوم أمس ووثقها مصور ديلي تيليغراف نشاهدها في جولتنا المصورة نتابع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والصعف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كوشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة